مرحبا بكم في احد الفيديو جديدة فيديو دياله دمارة غدي نهضر في على وحد الموضوع من عشحال وانا كان قول لكم خاص نهضر لكم عليه غير نهضروا على الزراعة المستدامة و الزراعة الإيكولوجية ولكن قبل ما نبده الله يخليكم غادي نقول لكم واحد طالب ندير شوية دي السعية في الانتغنت انا يراني كنقلب على السيجيل اللي كي اجبوكم وكن ندير الفيديو وكنصور وكنبحات وكندير المنتاج بغلا سويت المساعدة والدعم الوحيد اللي غادي تديرو ليه هو انه تلايكيوا تبرتاجيوها وتخليوا ليه دي كومنتر دي كومنتر ديالكم عني واحد تسعين في المئات قريبا منهم بوزيتيف مارسي باكو ولو غاست اللي كيكونوا في دي كريتيك وملاحظات راني كنستافد منهم تاهم وكنقول لكم مارسي باكو ولكن اهم حاجة لسول سوتيان اللي تديرو لي الله يسهل امركم عشو بتاكم السعاية بارتاجي ودراري بارتاجي بارتاجي ونضيعو شاتيها باقا منطورة وغادي نبدو الفيديو على بركة الله اول حاجة غادي نديرو هي ان نحنا غادي نعرفو بلا غو اكولوجي ولا هاد المفاهيم ولا هاد الكنسبت هادو كي يحاولو انهم يقلدو الطبيعة والغابة هاد الكنسبت هادو بدا في الزاني سوستديس يعني في سبعينات من بعد ما هاد الناس بدوو كي يديرو ديو 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 ملاحظات وكي يشوفو كيفاش لغابة لفنكسيون من ديالها داير حيث وخا تشيح دمك يحرطها و تشيح دمك يزرع فيها شي حاجة و تشيح دمك يزرع فيها شي حاجة و بوخطان تربا ديالها غانية ولي بلانتو اللي بي مكاينة دوك من هنا بدا هاد الكنسبت هاد و بدا هاد الموفمون و أبخي ديغو شخش بيانس حطوا واحد نقولوا واحد المفهم و داروا فيه بزاف ديال النقاط اللي خاصنا نحترموها باش نقدرو نديرو هاد نوع ديال الزراع أول حاجة اللي لاحظوها هو انه كينا واحد لبيو ديفرسيتي في الغابة يعني كينا بزاف ديال الكائنات الحيا اللي عايشة في بلاسة واحدة كتلقى فيها شجر الغابوي كتلقى فيها شجر الافخوي كتلقى فيها البلانت صوفاج البلانت اروماتيك الماغضو يعني البلائس اللي فيهم الماء كتلقى فيها الحيوانات الطائرة والزاحفة والمائية كتلقى فيها كل شيء متعايش في تناغم في بلاسة واحدة لكينات تركز على هاد لبيو ديفرسيتي فوعدوا ما دي تدير مثلا في الزراعة الكلة في البلاسة اللي بغي تدير غير واحد الحاجة واحدة تدير مثلا واحد عشرات الكتارات غي ديال مطيشة ها علاش لما تديرش بيو ديفرسيتي وتختار ولا تكون واحد الميليون اللي غادي تكون فيها شوية المطيشة شوية الشجر شوية الدجاج شوية الطيور شوية يعني غادي تدير فيه واحد الميليون اللي كيشبه للغابة وحنا عدنا في الفيرم زيتونا كان طبقوا هاد المفهوم هاد وكان ديرو بحالو يعني كانت تديرو الزراعات ما بين شجر ديجا لاحطي وهاو بزاف ديالنا سولوني يعلش كتتزرع ما بين شجر ها علاش بيو ديفرسيتي غي شجر في بلاسة واحدة او غي الخضراء في بلاسة واحدة الاسوسياسيون ديالهم بجوج كتلقى فيها استفادة لدي بلانت فلهذا كتلقى مثلا نحن يديرين بلاسة ديال الخروب زرعنا شعير ما بين الخروب والبلاسة اللي عندنا فيها شجر ديال الكرموس فرحنا ديرينها خاصة غي بالخضروات كل مرة كنبتلو الخضراء اللي كينا ما بين صفوفة ديال الشجر الحاجة الثانية اللي لاحظوها هي انه اللي نيفو يعني كتلقى في الغابة بزاف ديال الطبقات كتلقى شجر كبير غابوي كتلقى واحد شجر لي شوي يقل منه كتلقى واحد البلانت اللي مفيتين 20 سنتيمتر مثلا يعني كتلقى فيها بلوزيور نيفو وهذه القضية هذي بوهيمة فلا غو ايكولوجي كي سولوني الناس على لشك تخلطيما بالخضروات بالعكس مثلا انا يصف ديال الدرع اللي غدي تكبر لي الواحد طول مثلا ام ميتر ساكنت من تحت منها كنبتل في نفس البلاسة كتلقى ديال الدرع احداها ماتايشة اللي مغادش تشفت لي واحد طول ديال ام ميتر مثلا وفي الرجلين ديال ديال ديال的 قال او البيس باس بهالطريقها ديال الدرع اللي كتكبر كترضى بالضل وهذه المطيشة بد دور ديالها كترضى بالضل kinds الحاجة الثالثةicedه اللي مهمة في ايكولوجي وهي الف Ear Ιت النبو التبني او التخطي الارض لتخطي الان كتبني او ؛ца في التبني او بالورق الميتين او او ب هذه و لاوجد عليكم صورة أبيائي حسين بم سويلة كنت بداء موست من haben يجب أن تغطي الأرض لماذا؟ هذا الباياج لديه الكثير من الأدوار أول حاجة هو أنه يجعل الأرض فازقة ومندية منه يكون تراب عندك معرية و تسقيه بالماء فبفعل الحرارة من طبيعة الحال الماء سيتبخر لك بكل سهولة إذا كانت الأرض مغطية فهذا الماء سيتبخر بسهولة والأرض الغتية يجب أن تقبض الماء و تحافظ على الماء و تقسم الماء في هذا الوقت الماء يجب أن نستخدم التكنيك المختلفة لكي نحافظ على الماء والدور الثاني هو أنه يجعل الحياة من تحت الأرض تبقى بزيانة و الكائنات و الكائنات تحت الأرض يعيشين لأنها تعطيهم تحافظ على الماء لأنهم يبقوا حيين و من هذه النقطة سوف نزني النقطة الرابعة التي هي التربة الحية و هذه النقطة بعد بحديثها سوف نحاول أن نبسطها لكم هنا لكي تفهمون لذلك و كيف تفهمون و كيف تفهمون و كيف تفهمون أرى الأمر فضل تحافظ على الماء و تطيح الورقات و تقومون مادة عضوية و تحافظون للماء المادة العضوية لتحافظ تحديد من الجذور النبتة يستفيد من الجذور النبتة تكبرنا أكثر في هذه الطريقة تحتاج إلى ورق 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 ومعادين تستفيد من الجذور النبتة ونبتة تكبرنا هذا العصول يجب أن نحافظه من تجدون الدودة في الأرض ونجب أن تقلبوا التراب ونجب أن تتحركواها ومعادين تستفيدون الدودة ويشعر المعادين المشكلة ليسوا مجال فقط نغذي ذلك فقط نغذي ذلك ونفقر لأجهاء الكائنات وربائها يدفعون الذين ينبذون ينبذون معادن نبتة لتعطيها نظر 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 تضح 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 يام لا تغذي الأرض هذه النقطة مهمة لأنها تغذي الأرض هذه النقطة نحضر لكم عليها هذه النقطة نحضر لكم عليها في الفيديو لاحقا كما قلت لكم لأنها فيها بزاف ما يتقال المهم غير تفهموا بعدها وفنكسيونمون ديال ها التربة الحية والفيديو ديال هاد النهار سالات جي اسبر انها تكون لعجباتكم ما تنساوش دكشي اللي قلت لكم في الوال ديال الفيديو أتخافيث